إذاعة الرينة إذاعة إيرتريا مستقلة يشرف عليها صحقيون إيرتريون مستقلون ويأتيكم بثها من باريس مستمعي الكرام طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافقة الثالث والعشرين من فبراير عام الفين واربعة وعشرين كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الكرام نبتدأ البرنامج العربي بنشرة الأخبار ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي نخصص اليوم لقراءة مقالة الكاتبة شيماعة لسلامة بعنوان التطلعات الجو سياسية وتأثيرها على العلاقات الصومالية الأثيوبية والذي نشره موقع قراءات إفريقية في الحادي عشر من فبراير الجاري وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم المستمعون الكرام فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين الصومال يصادق على اتفاقية التعاون الدفاعي والتجاري مع تركيا برنامج الأغذية الدولي يحذر من مجاعة في السودان ويقول إن أغلب السودانيين لا يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم الواحد وروسيا تقول أنها أكملت عملية شحن الحبوب الغذائية المجانية للدول الإفريقية الأكثر فقرا كانت لكم سيدات إسادة عنوين الأخبار وإليكم التفاصيل من إذاعة إيرنا الدولية في باريس صادقت حكومة وبرلمان الصومال في جلسة مشتركة الأربعاء على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي مع تركيا والذي جاء على خلفية توتراتها الإقليمية مع أثيوبيا التي وقعت اتفاقا في منطقة أرض الصومال الانفصالية وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي ستساعد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو في الدفاع عن المياه الإقليمية للصومال وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرف في القرن الإفريقي وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب الجلسة المشتركة للحكومة والبرلمان وأضاف الشيخ محمود أن الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحر والمسائل الاقتصادية ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المصادقة على الاتفاقية أن هناك انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانون واستخدام الإرهابيين والقراصنة والتلوث مؤكدا أن الاتفاقية ستساعد في حل كل هذه الأزمات وتابع قائلا أن الاتفاقية ستستمر لمدة عشر سنوات وسيتم خلالها بناء القوات الصومالية وقال أيضا أنها مهمة للتنمية الاقتصادية والاستفادة من الموارد الطبيعية من جانبه وصف وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة المهمة جدا وكانت تركيا والصومال قد وقعتا في العاصمة أنقرة في الثامن من فبراير الجاري اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تجدر الإشارة إلى أن تركيا تقيم علاقات وطيدة مع الصومال وهي أول شريك اقتصادي له خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري كما أن لتركيا في الصومال أكبر قاعدة عسكرية ومركز تدريب خارج تركيا أعلن وزير الزراعة الروسي ديمتري باترشيف أنه تم شحن 200 ألف طن من الحبوب مجانا إلى 6 دول في إفريقيا جاء ذلك في تصريح عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بخصوص شحن الحبوب إلى بعض الدول الإفريقية وأوضح باترشيف أن بلاده أكملت توريد القمح إلى أفقار 6 دول في القارة الإفريقية وسلمت إجمال 200 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى بعض دول القارة الإفريقية وقال تم شحن 25 ألف طن من الحبوب إلى مالي وبوركينفاسو وزمبابوي وإيرتريا كما تم شحن 50 ألف طن من الحبوب إلى الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وأشار باترشيف إلى أن روسيا صدر 66 مليون طن من الحبوب بقيمة بلغ 16 مليار و 500 مليون دولار العام الماضي ولفت إلى أن بلاده تهدف إلى تصدير ما يقرب من 70 مليون طن من الحبوب هذا العام يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح في 27 يوليو عام 2023 أثناء القمة الروسية الإفريقية بأن بلاده ستشحن ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى بوركينفاسو وزمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإيرتريا مجانا قال برنامج الأغذية العالم التابع للأمم المتحدة إن أغلب السودانيين يعانون الجوع وإن نسبة من يستطيعون تأمين وجبة غذاء كاملة يوميا لا تتجاوز 5% من السكان وأوضح المدير الإقليم لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا مايكل دانفورد أن هناك معضلة كبرى فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات اللازمة لتأكيد ما إذا كانت معدلات الجوع في السودان قد بلغت الحدود المطلوبة لإعلان المجاعة في هذا البلد الذي تطحنه الحرب منذ أكثر من عشرة أشهر وقال دانفورد إن برنامج الأغذية العالمي لا يستطيع الوصول إلا لنحو 10% فقط من السودانيين المحتاجين للمساعدات إذ أن هناك مساحات كبيرة من البلاد لا يمكننا ببساطة الوصول إليها وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة باتوا يحتاجون إلى المساعدة بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بهذا أصلوا إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات كما أشرت في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث وفيه نقرأ لكم اليوم مقالا للكاتبة شيماعة لسلامة بعنوان التطلعات الجو سياسية وتأثيرها على العلاقات الصومالية الأثيوبية والذي نشره موقع قراءات إفريقية في 11 من فبراير الجاري نتابع سويا إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات أهلا بكم مجددا فكما تعلمون ما زالت الأزمة الصومالية الأثيوبية تلقي بظلالها على المشهد في منطقة القرن الإفريقي بل وفي المنطقة الإقليمية بأسرها وكان آخر تداعيات آثار الأزمة اتهامات الصومال لأثيوبيا بمحاولة عرقلة وفد رئيسها من حضور القمة الإفريقية التي عقدت في أديس أبابا يومي السبت والأحد الماضيين وطالبت بتحقيق مستقل في الواقع وهو ما رفضته ونفته أثيوبيا لاحقا مؤكدة أن وفد الرئيس الصومالي لاقى ترحيبا حارا لدى وصوله إلى أديس أبابا على غرار ما جرى مع جميع الرؤساء المشاركين في القمة الإفريقية واعتبر هذا التصعيد خطوة إضافية في إشعال فتيل التوتر الذي ما أنتخبه ناره يزداد استعارها من جديد في حلقة اليوم مستمعية الكرام ومستمعات الكريمات نقرأ لكم تحليلا بعنوان التطلعات الجو سياسية وتأثيرها على العلاقات الصومالية الأثيوبية للكاتبة شيماع علي سلامة نشر في موقع قراءات إفريقية في 11 فبراير الجاري نتابع تقول شيماع سلامة أقدمت إثيوبيا على افتعال توتر في منطقة القرن الإفريقي مخالفة بما فعلته كل المواثيق الدولية وقامت بانتهاق حقوق دولة الصومال من خلال توقيعها اتفاقا مع إقليم أرض الصومال المنشق عن دولة الصومال من جانب واحد وسوف نعرف فيما يلي إقليم أرض الصومال ومن ثم نعرض للأبعاد التاريخية للعلاقات بين أثيوبيا والصومال وأسباب هذه الأزمة ثم نرصد ردود الأفعال الدولية تجاهها أولا ما هو إقليم الصومال تاريخيا كان إقليم أرض الصومال جزءا من منطقة القرن الإفريقي التي دخلها الإسلام في وقت مبكر وعندما تكالبت الدول الاستعمارية في القرن التاسع عشر على إفريقيا أصبحت أرض الصومال من نصيب بريطانيا بينما استعمرت إيطاليا جنوب الصومال وهيمنت فرنسا على جبوتي كما ألحق الاستعمار إقليم أوغادين بأثيوبيا ومنطقة إنفندي بيكينيا وفي السادس والعشرين من يونيو عام الف وتسعمائة وستين حصلت أرض الصومال على الاستقلال وقرر قادة الإقليم طوعا الانضمام إلى الجنوب لتحقيق حلم الصومال الكبير بأجزائه الخمسة وتم علان الوحدة بين الجنوب والشمال في الأول من يوليو عام الف وتسعمائة وستين عقب حصول الجنوب على استقلاله وسرعان ما تغير الحال من الرغبة في الوحدة إلى الرغبة في الانفصال حيث شعر سكان إقليم أرض الصومال بعدم المساواة بسبب ما وصفوه بهيمنة الجنوب واستئفاره بالثروة والسلطة وتهميش الشمال اقتصاديا وسياسيا وترجم ذلك عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين بتمرد مسلح قادته الحركة الوطنية الصومالية وردت عليه الحكومة العسكرية بعنف مفرط أدى إلى تهجير وقتل المئات وتدمير المدن مما عمق الفجو بين الجنوب والشمال وفي العام الف وتسعمائة وواحد وتسعين وعقب انهيار الحكومة المركزية في الصومال أعلنت أرض الصومال من جانب واحد استقلالها في الثامن عشر من مايو من نفس العام وتعتمد أرض الصومال نظاما سياسيا متكاملا يتكون من رئيس وبرلمان ومجلس أعيان وأجهزة أمنية ويتم تداول السلطة بشكل سلس إلا أنها تواجه مشكلة كبيرة جدا تتمثل في عدم حصولها على اعتراف المجتمع الدولي ولا يزال الأمر على حاله حتى الآن ودخل إقليم أرض الصومال في مناقشات ومباحثات مع حكومة دولة الصومال وذلك للتوصل إلى حل ولم يحدث جديد حتى الآن ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي يأتيكم اليوم بعنوان التطلعات الجو سياسية وتأثيرها على العلاقات الصومالية الأثيوبية فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا هذه إذاعتوا إرنا ثانيا الأبعاد التاريخية للعلاقات الأثيوبية الصومالية العلاقات الأثيوبية الصومالية لها تاريخ طويل ومعقد يتشكل من القرب الجغرافي والتفاعلات الثقافية والديناميكيات الجو سياسية وسوف نعرض فيما يلي للأبعاد التاريخية لهذه العلاقات التي تمتد للعصور القديمة والأبعاد التاريخية للعلاقات الأثيوبية الصومالية متعددة الأوجه تشمل طرق التجارة القديمة والتأثير الإسلامي والموروثات الاستعمارية والديناميكيات الجو سياسية الحديثة وقد شهد في الماضي فترات من التعاون والصراع وفهم سياق التاريخي للعلاقات بين الجانبين ضروري لتعزيز التفاهم المتبادل وحل القضايا العالقة وبناء مستقبل مستقر في منطقة القرن الإفريقي ففيما يتعلق بالعلاقات القديمة وطرق التجارة كان القرن الإفريقي مفترق طرق لمختلف الحضارات مما سهل التفاعلات بين المجتمعات الأثيوبية والصومالية لعدة قرون وتشير الأدلة الأثرية إلى وجود طرق تجارية وتبادلات ثقافية تعود إلى العصور القديمة وكانت مدينة زيلع الساحلية القديمة في الصومال بمثابة مركز مهم للتجارة بين المرتفعات الأثيوبية والمحيط الهندي وتشير السجلات التاريخية إلى أن هذه التفاعلات كانت في كثير من الأحيان سليمة ومفيدة للطرفين مما عزز الروابط الاقتصادية والتبادل الثقافي أما فيما يتعلق بالتأثير الإسلامي وانتشار الإسلام ظهر الإسلام في المنطقة خلال القرن السابع وساهم في تعميق الروابط بين الجانبين الأثيوبي والصومالي حيث اعتنق كل المجتمعين الإسلام ولعبت الروابط الدينية دورا حاسما في تشكيل تفاعلاتهم فقد سهل انتشار الإسلام التبادلات والتحالفات الدبلوماسية بين مختلف الدول الإسلامية في القرن الإفريقي مما ساهم في خلق هوية دينية مشتركة تتجاوز الحدود العرقية أما فيما يتعلق بأبعاد الحقبة الاستعمارية والنزاعات الحدودية فقد شهد أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين التدافع الغربي على إفريقيا وسعت القوى الأوروبية لتأسيس مستعمرات في القارة وقاومت أثيوبيا الاستعمار بنجاح وحافظت على استقلالها بينما شهدت الصومال تقسيما بين مناطق النفوذ البريطانية والإيطالية وأدت الحدود الاستعمارية التعصفية التي رسمتها القوى الأوروبية إلى تقسيم المجتمعات الصومالية مما أدى إلى إنشاء الدول الحديثة في الصومال وجبوتي وأجزاء من أثيوبيا يسكنها الصوماليون ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي يأتيكم اليوم بعنوان التطلعات الجو سياسية وتأثيرها على العلاقات الصومالية الأثيوبية فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيريتريا صراع أوقادين وسياسة الحرب الباردة أدى نزاع منطقة أوقادين إلى الكشف عن أحد أهم فصول العلاقات الأثيوبية الصومالية خلال الفترة الزمنية من العام 1977 إلى 1978 وصلت هذا الصراع الضوء على التنافس بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة حيث دعمت القوتان العظيمتان الجانبين المتعارضين واتجهت الصومال المتحالفة مع الولايات المتحدة إلى استعادة أوقادين من أثيوبية التي حظيت بدعم سوفيتي وانتهى الصراع باحتفاظ أثيوبية بالسيطرة على المنطقة مما ترك تأثيرا دائما على التفاعلات الإقليمية فيما بينهم وتشكيل العلاقات الدبلوماسية اللاحقة وتحت عنوان جانبي المصالحة والتعاون الإقليمي بعد الحرب الباردة تقول الكاتب شيماعة لسلامة مع نهاية الحرب الباردة خضعت الديناميكيات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي لتغييرات كبيرة حيث شهدت أثيوبية والصومال تحولات في القيادة وسعت كلتا الدولتين إلى التغلب على العداء التاريخي وتعزيز الاستقرار في المنطقة وقد وفر إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيقاد منبرا للمشاركة الدبلوماسية بين الجانبين مما سمح لأثيوبيا والصومال بالتصدي للتحديات المشتركة مثل الدعم والاستقرار السياسي والإرهاب والتنمية الاقتصادية ثالثا مشكلة إقليم أرض الصومال الحالية منطقة القرن الإفريقي المعروفة بتاريقها المعقد وصراعاتها المستمرة تشهد حقبة متجددة من التوتر بين أثيوبيا والصومال وسوف نرصد فيماية لأحداث الأزمة الحالية في أوائل عام 2024 تم توقع اتفاق مفاجئ بين رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد وموسى بيح عبد زعيم أرض الصومال يمنح أثيوبيا الدولة الحبيسة منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كيلو متر يضم ميناء بربرة وبناء قاعدة عسكرية لمدة 50 عاما وذلك مقابل أن تعترف أثيوبيا رسميا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة وإقليم أرض الصومال هو إقليم منشق أعلن انفصاله عن الصومال في العام 1991 ولم يعترف به المجتمع الدولي وقد ساهمت عدة عوامل في التوتر المتزايد بين الجانبين نذكر منها ما يلي أولا التطلعات الجو سياسية تنبع رغبة أثيوبيا في الوصول البحر دون عوائق من طموحاتها كقوة إقليمية حيث تعتبر أن الوصول المباشر إلى البحر الأحمر أمرا حاصما للنمو الاقتصادي والاستقلال الذاتي الاستراتيجي مما يقلل من اعتمادها على جبوت منفذها الحالي والوحيد ثانيا الوضع المعقد في إقليم أرض الصومال كونه إقليما غير معترف به من قبل المجتمع الدولي كدولة مستقلة وتسعى أرض الصومال إلى النفوذ والاعتراف الدولي من خلال علاقات أوثق مع أثيوبيا وتمثل صفقة الميناء فرصة اقتصادية وسياسية كبيرة لأرض الصومال مما قد يمهد الطريق للاعتراف بها في المستقبل وقد شمل هذا الاتفاق بند ينص على التعاون الأمني ونوقشت فرصة إقامة قاعدة بحرية أثيوبية في أرض الصومال وإنشاء موانئ وقواعد بحرية بالقرب من منطقتين لاكهاي وسيلاك ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي يأتيكم اليوم بعنوان التطلعات الجو سياسية وتأثيرها على العلاقات الصومالية الأثيوبية فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا رابعا ردود الأفعال الدولية والإقليمية أولا الجانب الصومالي عارضت الصومال بشدة هذا الاتفاق المزعوم واعتبرته انتهاكا لسلامتها الإقليمية واستدعت سفيرها لدى أثيوبيا وأعلنت أن هذا الاتفاق لاغي وباطل واتهمت أثيوبيا بتقويض السيادة الصومالية على أراضيها وقد وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تشريعا يلقي مذكرة التفاهم كما أعلن المسؤولون الصوماليون عزمهم على خوض الحرب دفاعا عن السلامة الإقليمية لبلدهم وأرسل الصومال طلبات إلى الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماعات بشأن هذه القضية ثانيا حركة الشباب الصومالية فقد أصدرت الحركة بيانا ترفض فيه الاتفاق وتهدد بشن حرب على أرض الصومال وأثيوبيا ودع المسلحون الشعب الصومالي إلى الدفاع عن بلادهم وحمايتها ممن أطلقوا عليهم المرتدين والخونا ثالثا منظمة الإيقاد فقد أصدر الأمين العام التنفيذي لمنظمة الإيقاد بيانا في الثالث من يناير أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء هذه التطورات بين البلدين ودعا قادة الإقليم إلى النظر في هذه المسألة ولذا دعت منظمة الإيقاد إلى عقد مؤتمر قمة استثنائي تستضيف أوغندا بشأن هذه الحالة في الثامن عشر من يناير الماضي رابعا جبوتي الرئيس الحالي للإيقاد أصدرت بيانا دعت فيه إلى ضرورة احترام السلام الإقليمي لجميع الدول الأعضاء في الإيقاد خامسا الاتحاد الإفريقي أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بيانا في الثالث من يناير دعا فيه إلى الهدوء والإحترام المتبادل لتهديئة التوتر المتصاعد كما شدد على ضرورة احترام الوحدة والسلام الإقليمية والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بما في ذلك جمهورية الصومال الاتحادية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية سادسا الاتحاد الأوروبي أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الاتحادية وسيادتها وسلامتها الإقليمية وفقا لدستورها وميثاقية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة سابعا أعربت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية عن وجهات نظر مماثلة مشيرة إلى ضرورة الالتزام بقواعد ومبادئ علاقة حسن الجوار واحترام سيادة الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي يأتيكم اليوم بعنوان التطلعات الجو سياسية وتأثيرها على العلاقات الصومالية الأثيوبية فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا إذن السؤال الذي يفرض نفسه ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ تقول الكاتب شيماع علي سلامة وسوف نعرض فيما يلئ السيناريوهات المتوقعة لهذه الأزمة السيناريو الأول يتمثل في خفض التصعيد واللجوء للحوار يدرك الجانبان العواقب المدمرة لاستمرار الصراح لا سيما في ظل تصعيد حركة الشباب وينخرطان في حوار بناء بوساطة الجهات الفاعلة والإقليمية والدولية وقد يحدث أن يتم إعادة التفاوض على اتفاق أرض الصومال وأثيوبيا بموافقة صومالية أو تعليقه أثناء إعادة بناء الثقة ومن شأن هذا بالرغم من أنه يمثل تحديا أن يمهد الطريق للاستقرار والتعاون الإقليميين السيناريو الثاني يتمثل في الصراع المطول قد تتعثر الجهود الدبلوماسية المبذولة من جميع الأطراف سواء كانت الإقليمية أو الدولية وقد يتصاعد الصراع ويتحول إلى صراع طويل الأمد منخفض الحدة مما يؤثر على الاستقرار الإقليمي ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في كل البلدين ويفاقم عدم الثقة بالإضافة إلى أن الاشتباكات المتفرقة والمناورات السياسية يمكن أن تصبح هي القاعدة ما قد يؤدي إلى إعاقة الحوار الدولي ويمكن الجماعات المتطرفة في المنطقة مثل حركة الشباب فضلا على إمكانية توقيع عقوبات على أثيوبيا من المنظمات الإقليمية والدولية كونها انتهكت حقوق دولة أخرى وتعدت على سلامة أراضيها وأخيرا فإن الحسابات الخاطئة من جانب أطراف الأزمة أو الضغوط الداخلية أو التلاعب الخارجي قد يؤدي كل ذلك إلى صراع مفتوح وسيكون لذلك عواقب إنسانية كارثية وسيزعزع استقرار المنطقة ويخلق أرضا خصبة للإرهاب استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار الصومال يصادق على اتفاقية التعاون الدفاعي والتجاري مع تركيا برنامج الأغذية الدولي يحذر من مجاعة في السودان ويقول إن أغلب السودانيين لا يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم الواحد وروسيا تقول إنها أكملت عملية شحن الحبوب الغذائية المجانية للدول الإفريقية الأكثر فقرا بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية البرنامج العربي لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنى الدولية من باريس وحتى الملتقى في البرنامج القادم في أمان الله هذه إذاعة إرنى